هذا السؤال مهم بالفعل نعم يمكن للمحكمة في دوء التقرير الذي تقدمه الدولة المعنية بالامتثال لقرارة المحكمة إذا وجدت المحكمة فعلا أنه ثمت ما يدعو إلى الإنقاد مجددا والمذاكرة واتخاذ قرار إضافي أو إلحاقي أو يعني استتباع هذا التقرير بأي إجراء قضائي نعم تستطيع المحكمة ذلك لكن هذا عادة لا يحصل على نحو اعتيادي هذا يكون من باب استثنائي طبعا لناحية إلزام الدولة بمزيد من الإجراءات استكمالا أو إنفاذا للقرارات القضائية الأساسية التي تكون صدرت فإذا استوفت هذه الدولة المعايير والشروط المطلوبة كان به وإلا نعم يمكن للمحكمة على وجه استثنائي أن تعود وتخاطب هذه الدولة الممتنعة لكن هنا أحزن أن أقول أن نتيجة ربما ستكون نفسها يعني إذا لم تمتثل للمرة الأولى فبتالي أي إختار من جانب المحكمة قد لا يكون له جدوى تنفيذية أكبر من الإختار أو القرار الأول الذي صدر سوى مزيد من التراكم المعنوي والمبدئي بحق هذه الدولة التي لم تمتثل للقرارات القضائية ليس إلا دكتور بول إلى جانب كل ما تم تسجيله وتوصيفه من الناحية القانونية في العدوان الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة هل يمكن لعملية عسكرية تستهدف مدينة رفح على وجه الخصوص بما لها من خصوصية الآن بوجود عدد كبير من النازحين فيها أن يضيف شيئا إلى توصيف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية السابقة خلال هذا العدوان نعم بطبيعة الحال أولا إن أي حرب على رفح ستطول بطبيعة الحال هؤلاء المهجرين اللاجئين الذين لجأوا قصرا وبسبب النداءات الإسرائيلية المصحوبة بعمليات عسكرية التي أدت بهم إلى هذا النزوح القصري وبالتالي هذه الحرب إذا وقعت فعلا وطالت المدنيين هؤلاء تكون استكمالا لعناصر الإبادة الجماعية التي استشفت المحكمة محكمة العدد الدولية أن ثمت احتمال جدي واقع في هذا الإطار وأرادت فعلا من إسرائيل أن توقف هذه الأعمال التي يمكن أن تشكل جديا ما يسمى جريمة الإبادة الجماعية المحظورة بمقتضى اتفاقيات منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هكذا تسمى هذه الاتفاقية لعام 1948 والتي التزمتها إسرائيل في ديسمبر عام 1950 فبالتالي هذا يكون في سبيل الاستتباع والمسلسل الذي يؤدي إلى اكتمال العناصر الجرمية في حال طبعا وقعت هذه الحرب على النحو المذكور دكتور بول بالحديث عن الإبادة الجماعية فرانشيسكا ألبانيز أشارت إلى أن الفهم الذي استشفه حقوقيون واستشفته إسرائيل ربما من قرار محكمة العدل الدولية بأن الأفعال التي ربما تؤدي إلى الإبادة الجماعية غير محظورة إذا لم تتوفر النية للإبادة الجماعية الركن المعنوي للجريمة بمعنى أدق هل يمكن فعلا أن يكون هذا التصور الموجود لدى بعض الحقوقيين وموجود ربما بطبيعة الحال لدى إسرائيل أن يكون معقولا أو مقبولا بالمنطق القانوني نعم هذه إشكالية قانونية مطروحة نعم وهي ترتكز إلى عدم وجود النية الجرمية كما تفضلت حضرتك وانتفاء العنصر المعنوي لأن الجريمة تتطلب عنصرين الركن المعنوي أي النية الجرمية والركن المادي أي الانتقال إلى الأفعال المادية بمعنى القصف واستهداف المدنيين وصولا إلى الإبادة الجماعية هذا نعم من باب المحاجر القانونية التي يذهب إليها بعض القانونيين لكن أيضا هؤلاء لديهم حجة يعتبرونها أنها أقوى وهي تقوم على اعتبار أن ما يجري في غزة من أفعال وأعمال عسكرية ربما لا تنطبق عليه أوصاف الإبادة الجماعية تحديدا وحصرا لأن المحكمة ومحكمة العبد الدولية إنما تنظر فقط في انتهاك إسرائيل لاتفاقيات منع الإبادة الجماعية والمعاقب عليها ولا تنظر في جرائم أخرى مثلما هي الحال بالنسبة مثلا للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1998 التي تنظر في جرائم أربع الإبادة الجماعية نعم ولكن أيضا الجريمة الحرب والجرائم الدول الإنسانية وجرائم العدوان فبالتالي اختصاص لنعود إلى المحكمة العدل اختصاصها محصور بالنظر من إذا كانت الإبادة الجماعية قد وقعت فعلا وهذا التوصيف القانوني لم تعطيه بعد هذه المحكمة إنما بسبب الخطر الجدي المحدق بالمدنيين والأفعال العسكرية والمادية الحاصلة فإنه خشية انتباق هذا الفعل على الواقع هذا الوصف الجرمي على الواقع فإنها دعت إلى جرائات احتياطية مطلوبة من قبل إسرائيل تجنبا لاستكمال الإبادة الجماعية طالما هناك عناصر جدية محتملة لوقوعها